في حاجات نقصة كتير يعني مثلا المواف ده فيه سلبيات كتير عايز اتعمل عايز اتوضب عايز اضاءة عايز حراسة اللي ان الكمية العربيات فيه لا يقل عن المية عربية الرئيس الجهاز احنا عاوزين نسلم الناس الاراضي اللي هي دفعة قصة وقصةين وتلاتة فيه ناس ما استلمتش انا واحد من الناس دفع تلات قصات ولسه ما استلمتش كتعة ارض وعاوزين نضافة في المدينة وعاوزين نسلم الناس الاراضي دي لناس من انتسادات عاوزين يقطر لنا في الشواء تمام وشغل الشباب والطرق كلها تنعدل والمرافق كلها تنزبط ناقصها عناصر جذب للناس تجي تقعد فيها ناقصها فرص عمل ناقصها مصانع كتير ما فيش اهتمام منها من الحكومة اوي فيها مصانع كتير وفيها احياء سكنية كتير يعني اهدى من اهدى المدن المجتمعات العمرانية الجديدة غير اكتوبر غير الشيخ زايد غير 15 مايو انا عايزين مياه نضيفة عشان انا رقر برضو مجيش اكلف الدولة علاج الفيروس والعلاج مش عارفية كل تكلفة وهي علاجة بسيط جدا صح معالجة المياه مدينة السادات فيها كتلة سكنية كبيرة جدا جدا من جميع البلاد لكن للأسف اي مواطن بينزل مدينة السادات بيكتشف انه هو في مكان راقي ومكان هادي ومكان جميل لكن نقصه يشرب مياه نضيفة يكون رغيف عيش نضيف يروح مستشفى يلاقي رعاية نضيفة شوية مولات اكتر من الموجودة انا عارف ان في مولات موجودة بس لو فيها شوية مولات تبقى كويسة جدا شوية نوادي اجتماعية علشان الاطفال والاهالي والأسر اللي موجودة في المدينة مدينة نقصها برضو بعض الخدمات بالذات الخدمات الطبية وعندنا برضو الاسعافات الاولية في المستشفيات الأجهزة عندنا برضو عجز كبير في أجهزة المستشفى العحم ياريت بس لو نحدث الأجهزة شوية دي الموجف خربان كله من الجوة موسير ضربة ما فيش ضرمية اه والحاجات دي دا ومرتباتنا ضعيفة ما فيناش كلنا عفتحين قسر كلنا بيوت وكلنا جاعدين بالاجار بالكامل يعني نص صينة يمكن كده جاعد بالاجار ملتباتنا لا تتعدى الألف اجنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر